اشتركوا في القناة وهدف الهدف الثاني للفريق في الوقت بدل الضائع عن طريق ركلة جزاء احتسبها طارق مجدي حكم المباراة اليوم الذي عاونه هشام الدسوئي ومحمود لطفي وطارق هل هل حكم رابع شهدت المباراة طارد كوابينة احد اهم لعبي بترجدت في الدقيقة 40 عن طريق حكم المباراة طارق مجدي وفي الدقيقة 65 قام الحكم بطرد حجاج عويس لعب نادي زد ليتقاسم الفريقين باقي المباراة بعشر لاعبين فقط داخل ارضية الملعب وصول زد لي النقطة 45 واستمراره في المركز الثاني بينما فريق بترجدت اصبح في المركز الخامس برصيد 35 اشعل قمة هذه المجموعة التي يحاول فيها فريق السكة الحديد حصد تذكرة الصعود صاحب 45 نقطة وينافسه بقوة زد ب45 نقطة ايضا ويأتي القناة ب42 نقطة ثم وادي دجلة ب41 نقطة وهم رباعي الفريق او رباعي الصعود الذي يطمح في حصد تذكرة الصعود لدوري الاضواء والشهرة يعني سيناريو مجنون في المباراة وخصوصا طرد اللاعبين من الفريقين واحتساب ضرب الجزاء في النهاية هل يعني الحكم كان منصفا للفريقين ام بوقت نظر انا مادرش تكلم عن تحكيم كبطاري حكم دولي لكن احنا في المواتش اقضى في كده برضو الظلمة فالتحكيم معنا بيقعد كل المواتش ايجي ده حد يسلمك المواتش اللي بيعاديه فيها هي كرة كده هي كرة لازم بقى فيها بس الخطة مش مقصولة فطبعا بقول ان شاء قد انا اتكلم عن التحكيم اكيد اكيد يعني حسابكو ليه بدروجيت وخصوصا بدروجيت منافس قوي بسكوات قوي مع الكابتن سيد ايد يعني حسابكو كانت للمباراة اكيد طبعا احنا عمليوا حساب فرقة جدا لفرقة مدروجيت يمكنهم احسن فرقة من دور تاني مجمعنا ودالي كلمة فيه مع فايد اخر محترم عن تصمت محترم وغزف انت محترم جدا ودال لعيبة اللي عملته يمكن احترامته في الدم ونافس فاربطان اكرمنا في الاخر وادلنا الحمد للانحاء الفوز شكرا لكابتن وبتوقفين في الليجاند شكرا بكده مشاهدينا متابعينا انتهت احداث مباراة بتروجيت امام زد اف سي بفوز هام لزد اف سي هنا في استاد بترو اسبورت بهدفين مقابل هدف كنا معكم من هنا من استاد بترو اسبورت محمود سلامة الكواش لبرنامج كور بلدنا والعودة للإقلامي المطلق عبد الناصر زيدان